السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ححل معكم أسئلة مراجعة للوحدة الثالثة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثالث وبعدها أيضا سأحل نموذج اختبار للوحدة الثالثة للصف الأول الثانوي قبل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بأسئلة المراجعة لدينا هنا درامر أي القاعدة Choose the correct form in brackets علينا أن نختار الشكل الصحيح من بين الأقواص Number one I should have هنا جاءت should have بعد have دائما يأتي الفعل في التصريف الثالث إذن سنختار called وهو التصريف الثالث من called Number two if we had أيضا بعد have يأتي الفعل في التصريف الثالث وهو gone التصريف الثالث من الفعل go Number three if you had grated we would be celebrating بعد B دائما يأتي الفعل مضافا إليه ing لأن B هي نفس معنى is وام وار يأتي بعدها الفعل دائما مضاف إليه ing If I had studied hard I might have أيضا بعد have يأتي الفعل في التصريف الثالث جميعها أمثلة على قاعدة العبارة الشرطية Number five you met your neighbors yet هذا السؤال في زمن المضارع التام لوجود الفعل هنا في التصريف الثالث ووجود yet إذن سنختار مع you have Number six he has lived in the mom 1999 هنا جاء تاريخ أي أنه عاش في الدم منذ عام 1999 إذن سنختار since He moved to Jidda three years ago Moved جاءت في الماضي إذن سنختار زمن الماضي ago هو انتقل إلى Jidda قبل ثلاث سنوات ماضية May I go outside please هنا طلب استئذان هل يمكنني أن أخرج لو سمحت إذن نستخدم في الإذن may I could run ten miles when I was young أنا استطعت أن أجري عشر ميلات عندما كنت صغيرا إذن هنا الجملة في الماضي إذن سنستخدم could If he had worked harder إذا هو عمل بجد He would have been able to get a at the exam إذن بعد would تأتي have إذن مع been يجب أن يسبقها have وبعد would يأتي دائما have لا تأتي has بعد would يأتي الفعل بصورته الأصلية ننتقل إلى correct the errors in the following sentences علينا أن نصحح الأخطاء في الجمل الآتية الأخطاء ما بين القوسين I shouldn't have هنا بعد have كما ذكرت يأتي الفعل في التصريف الثالث إذن leave تصبح left If I had study أيضا بعد هاد يأتي الفعل في التصريف الثالث إذن study تصبح studied هنا السؤال have she لا نقول have مع she إنما نقول has دائما مع she وهي و it تأتي has أما مع we و they و you و I تأتي have number four she has been a teacher هي كانت معلمة since December لا نقول for لأن for للفترة الزمنية أما since فتأتي لتخبر عن بداية هذا الحدث إذن نقول since December أي منذ شهر ديسمبر He doesn't call his friend last night هنا الجملة في الزمن الماضي إذن لا نقول doesn't إنما did not فهو النفي في الزمن الماضي Do as shown between brackets يعني افعال ما يطلب منك من بين الأقواص number one He has lived in Dubai three years هنا المطلوب complete using إما for or since علينا أن نكمل إما باستخدام for or since بما أنها فترة زمنية ثلاث سنوات إذن سنقول four I traveled to Japan three years ago هنا complete أنا سافرت إلى اليابان قبل ثلاث سنوات ماضية إذن three years ago they went to a restaurant last night المطلوب ask a question علينا أن نسأل السؤال تكون إجابته to a restaurant إذن نسأل عن المكان where بما أن الفعل في الزمن الماضي إذن سنقول where did وبعدها they when تصبح go إذن where did they go ونكمل last night ننتقل إلى البوكابلري circle the odd words علينا أن نضع دائرة على الكلمة التي لا تنتمي إلى المجموعة number one لدينا airplane computer wheel و oil طائرة وكمبيوتر وعجلات و petrol أو زيت الطائرة بها عجلات وتحتاج إلى الزيت أو البنزين إذن الكمبيوتر هي التي لا تنتمي للمجموعة number two sumerians america mayans و incans هنا جميعها قبائل قديمة وهنا america هي دولة fill in the spaces with suitable words علينا أن نكمل الفراغات بالكلمات المناسبة لدينا كلمة discovered يكتشف electric كهرباء airplane طائرة و invented اختراع the sumerians invented اخترعوا the wheel in 5000 bce إذن السومريين اخترعوا العجلات في خمسة سنوات قبل الميلاد the right brothers invented the first successful airplane الأخوان رايت اخترعوا أول طائرة ناجحة توماس اديسون developed the first electric light bulb توماس اديسون هو طور أول لمبة مضيئة كهربائي classify the items into the correct category علينا أن نصنف هذه المواد في الجدول المناسب هنا inventions اختراعات وهنا discoveries اكتشافات الاختراعات هي شيء لم يكن موجود إنما قام الإنسان بصنعه أما الاكتشافات فهو موجود ولكن اكتشفه الإنسان radio هو inventions اختراع oil هو اكتشاف discovery watch الساعة هي invention اختراع computer هو invention اختراع أمريكا هي دولة أو قارة اكتشفت بنسلين أيضا اكتشفه هو دواء اكتشف match the words with the meaning علينا أن نصل الكلمات بمعانيها هنا لدينا كلمة hawks تعني نقطة أي joke grateful أي ممتن thankful praise يمدح to say you admire إن تقول شيء يعجبك attorney هو المحامي lawyer match the words with their opposites علينا أن نصل الكلمات بمضادها أو عكسها advantage المميزات عكسها disadvantage السلبيات honest الصادق أو الأمين عكسها lying untruthful الكاذب أو الذي لا يخبر الحقيقة heavy ثقيل عكسها light خفيف unemployed عاطل عن العمل عكسها employed الذي يعمل أو العامل underline the correct word for each picture ضع خطا تحت الكلمة الصحيحة لكل صورة هنا لدينا صورة عجلات وتعني wheel هنا لدينا صورة قارورة وتعني bottle هنا لدينا صورة تسريحة شعر وتعني hairstyle هنا لدينا صورة وجه محرج وتعني embarrassed هنا لدينا بئر للبترول ويعني oil well ننتقل الآن إلى حال نموذج للاختبار هنا في قسم الجرامر القاعدة if it if it we wouldn't have gone shopping إذن هذه قاعدة if الشرطية دائما يأتي مع if أو عبارة if الماضي التام إذن had مع التصريف الثالث للفعل if it had rained إذا أمطرت we wouldn't have gone shopping لن نذهب للتصوق he failed the test هو رسب في الامتحان he should have studied harder كان عليه أن يدرس بجد دائما بعد should تأتي have وليس has أو had يأتي الفعل في الصورة الأصلية have if I had studied hard هنا أيضا جملة if الشرطية التي تأتي معها الماضي التام في القسم الثاني من الجملة ستأتي would وبعدها have والتصريف الثالث للفعل إذن سنقول I would have passed the exam if they had worked harder أيضا جملة if الشرطية التي يأتي معها الماضي التام القسم الثاني من الجملة تأتي إما would أو might هنا جاءت might إذن ستأتي they وبعدها might وبعدها have وبعدها التصريف الثالث للفعل إذن سنختار they might have made تصريف الثالث من الفعل make if I hadn't هنا جاءت أيضا الجملة الشرطية مع جملة if تأتي بعد had التصريف الثالث للفعل إذن if I hadn't found found هو التصريف الثالث للفعل find we moved to Dubai five years ago هنا moved في زمن الماضي إذن سنختار five years ago قبل خمسة سنوات ماضية she has been here هنا جملة المضارع التام إذن سنختار إما four أو since هنا جاء وقت إذن بداية الحدث إذن she has been here since seven o'clock منذ السابعة هي كانت هنا منذ الساعة السابعة فراغ I use your pen and please هنا نستأذن permission إذن نستخدم في الاستئدان إما may أو can هنا جاءت may إذن سنختار may هنا في قسم البكابلاري المفردات فراغ is anti-beautical drugs هو دواء مضاد حيوي إذن هو البنسيلين فراغ allow heavy objects to be moved easily ما الذي يساعد الأجسام الثقيلة أن تتحرك بسهولة إنها wheels in 5000 BC stands for PC تعني ماذا تعني before Christ فراغ is the flow of electrical power or charged ماذا تعني electrical power هي قوة الكهرباء أو الشحن إذن هي electricity number five match to form expressions صل حتى تكون التعبير الصحيح هنا التعبير التي سنكمل بها load أي حمولة bulb لمبة will بئر و guard حارس هنا دائما نقول oil will بئر البترول security guard حارس الأم heavy load حمولة ثقيلة electric bulb لمبة كهربائية match أي صل regret regret تعني الندم إذن feel sad or disappointed أن نشعر بالحزن أو بالخيبة traveling on ship or airplane السفر إما علامة الباخرة أو الطائرة advantages عكسها هذه علامة العكس advantages disadvantages devastated وتعني محطم أي ruin higher loom وهو الميراث a valuable object that has belonged to a family of several generations هي عبارة عن مواد قيمة تعود إلى العوائل لعدة أجيال ماذا تعني هذه العبارات go out into the world أن تذهب إلى العالم وتستقل بنفسك start start to be on one's own and independent أن تكون نفسك وأن تكون مستقلا عن الآخر breathing down someone's neck constantly checking هو الذي يتفحص ويبحث خلفك باستمرار have one's mind sit on something ماذا تعني هذه العبارة هنا لدينا موضوع وعليه أسئلة regrets الندم I've had a few لدي منه القليل My name's Jack and I want to tell you about something I regret اسمي Jack وأريد أن أخبركم عن شيء ندمت عليه It happened over twenty years ago but I still remember it as if it was yesterday حصل قبل عشرين عاما لكنني ما زلت أتذكره كأنه البارحة I must have been around five years old كنت في عمر الخمس سنوات It was a summer day and I was in a park playing with some other kids from the neighborhood كان يوم الصيف وكنت في الحديقة ألعب مع بعض أطفال الحي There was a boy there كان هناك ولد named Jeremy اسمه Jeremy إذن هنا there تعود على الحديقة التي كنا نلعب بها Who I didn't like very much كان هناك ولد يدعى Jeremy لم أحبه كثيرا But I can't remember why لكنني لا أذكر لماذا Anyway we were playing near a point كنا نلعب بالقرب من البحيرة The water was very dirty and it was full of weeds and slime كان الماء جدا قدر وكان ممتلئا بالطحالب والوحل You can guess what I did right تستطيع أن تخمن ماذا فعل صحيحا I waited until he was standing near the edge of the bond and then I crept up behind him and gave him a good hard push in the back لقد انتظرت حتى وقف بالقرب من حافة البحيرة وبعد ذلك زحفت خلفه ودفعته بقوة لظهره He went flying straight into the filthy slimy water هو سقط مباشرة إلى الماء الوحلة والقدرة His dad rushed over and pulled him out والده أسرع وأخرجه Jeremy was crying and pointed to me saying it was him Jeremy كان يبكي ويؤشر علي ويقول هو من فعل ذلك He pushed me هو دفع ني Of course I denied it بالطبع أنا أنكرته My parents were there والدايا كان هناك But I insisted I was innocent ولكنني أصريت أنني بري and without any proof they took my sight وبدون أي إثبات أخذوا بجانبي The bad thing is the Jeremy's parents and mine used to be good friends الشيء السيء أن والدا Jeremy ووالدايا كانوا أصدقاء But after that they never spoke to each other again ولكن بعد هذا الموقف لم يتحدثوا مع بعضهم البعض مرة أخرى I should have told my parents the truth كان علي أن أخبر والدي بالحقيقة But I didn't لكنني لم أفعل To this day لهذا اليوم I still regret pushing that boy into the pond أنا ما زلت نادما لأنني دفعت هذا الولد إلى البحيرة ننتقل إلى الأسئلة الخاصة بهذا النص Write T for true and F for false اكتب T اكتب حرف T للعبارات الصحيحة وF للعبارات الخاطئة There was a boy there named Jeremy Refer to هنا there تعود على ماذا؟ هل تعود على The park على الحديقة Yes الإجابة صحيحة I crept up behind him هنا him أنا زحفت خلفه خلف من؟ هل تعود على Jack parents على والد Jack No الإجابة خاطئة إنما تعود على Jeremy صديق Jack I denied it هنا it أنا أنكرته أنكرته ماذا؟ It هنا تعود على pushing him in the pond Yes إنها صحيحة أنكر أنه دفعه على البحيرة Choose the correct meaning اختر المعنى الصحيح Neighborhood الحي أي Nearness شيء قريب منه Innocent وهو البريء نعني به Guiltyless أي الغير مذنب والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية المراجعة إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وتعطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا ترجمة نانسي قنقر